السلام عليكم ورحبا بكم معي فيديو جديد معكم كاريما كنتمنى تكونوا باخر وعلى خير اليوم غدي نشارك معكم واحد الحلوه وهي بسيطة وساهلة مقرم الشن الديدة كنتمنى انها تعجبكم شوفوا معي كيفش كتجي مرقة من داخل واحد قرمي شيا سلام كتجي رائعة وحنكها مميزة كنتمنى انها تعجبكم تبارتجوا الفيديو مع الاصدقاء او الاحباب ديلكم شوفوا معي كيفش كتجي مرملة من داخل وشكيل ديال حتى هو انيق وبسيطة في نصر وقت يعني تحملكم وجه ديالكم مع الاصدقاء ديالكم وكذلك مع العائلة ديالكم ندوزو دبا المقادير وطريقة تحضير في نصر وقت بسم الله على بركتي الله هذه نحتاجوا في المقادير عندي 125 جرام ديال زبدة اي نصر اربع كما كتلاحظوا الزبدة تكون بحرارة المطبخ ما تكونش في نبيرة يعني في تلاجة هنا قد نضيفو بنسبة للسكر انا ضيفت نصف كس ديال السكر اللي بغت تضيف كس الا ربع ديال السكر ضيفة ولكن انا ضيفت نصف كس ديال السكر لان انا قد نضيف معها واحد المكوينته وحلو وكذلك قد نفندف السكر يعني من الاحسن انا نضيفو نصف كس فقط ما يعادل تقريبا واحد 70 جرام او 75 جرام بالنسبة كذلك للزيت بعد ما خلط الزبدة مع السكر مزيان غادي نضيفو نصف كس ديال زيت المائدة او زيت نباتية كذلك بنفس الكس اللي كان خدمو به جميع المكونات غادي تعبرو بيهم جميع المكونات يعني السكر الزيت كذلك الطحين اللي هو الدقيق الابيض صفي كذلك غادي نخدم مزيان هديك الزيت مع الزبدة والسكر حتى غادي ترجع على شكل كريمة وعد غادي نضيفو باقي المكونات حاولوا انكم تخدمو خطوة بخطوة باش جيكم الحلوة شيشة ومقرمشة في نصف الوقت شوفوا معايا القاوم ديالك تجي فحل على شكل كريمة غادي نضيفو بيضة واحدة يعني غير واحدة ببيضة تكون كذلك بحرارة المطبخ وتكون الحجم دياله متوسط صفي كذلك غادي نخدموها مزيان حتى غادي تجانس معاهم وكذلك غادي نخدموها حتى غادي نحصلو الى شكل كريمة كيم ما خدمناها في الاول كيم ما كتشوفو راك نخدموها طريقة سهلة يعني ما كنحتاجو لا تطرب للتحاجة غير بيدنا كنخدموه شوفوا معايا الكريمة كيفاش رجعت وهنا غادي نضيف واحدة معلقة صغيرة تكون مملوئة من سلسطة الكراميل اللي ما كان شي عندهم توفراء تعمل واحد العلبة ديالكريم كراميل اللي هو فلان بنكهات الكراميل نحتى هو كي يعني كي قضي الغارض وكي تجي الحلوة مزيونها بزف اللي عنده الكراميل في الدار ولي تعمل واحد معلقة صغيرة من الكراميل يعني مشي العسل هذا الكراميل لان العسل كي خلي الحلوة تجي رطبة مشي فيها الكراميل صفي كذلك غادي نخدم مزيان مزيان كي ما كتلاحظوا معايا وهنا غادي نضيفوا الدقيق بالنسبة هنا ينطحين عندي 400 جرام يعني أنا وزنة 400 جرام مايو عاديل أربع عدل الكوؤوس بالعبارة ديالكس العنبة نشوفوا معايا الدقيق الأبيض أنا سبق لي وردت لكم النوع ديال الدقيق اللي كنستعمل را عندي في واحد من الفيديوهات اللي كنت نزلت مؤخرا صفي وبالنسبة الخميرة غادي نحتاج واحد معلقة صغيرة او اللي عند الخميرة حمرة اللي كتكون فيها 8 جرام غادي تعمل صشية حمرة او لمعلقة صغيرة اللي عند الخميرة بحديالي وهنا غادي نضيفوا واحد جوج معلقة كبارين من حبيبات الشوكولة كما كتشوفوا معايا حتى هما كيعطيوها وحنكها مزيونة بزاف اللي ما كان شي عندهم توفراء ممكن انها تستغني عليه مشي ضروري ولكن كيعطي الشكل مزيون وكذلك يعطي حتى المادق يعني كيجي مخلط في الحلوة من داخل كيجي مزيون بزاف صفي كما كنعرفوا الحلوة دائما كما كنعجنوها شي يعني مجرد اننا كنجمعوها باطراف الاصابع هنا غادي نضيف هاد 400 جرام اللي عندي كاملة كما قدلكم اربعة ديال كيسن كل كأس كيوزن 100 جرام صفي وكما كتلاحظوا معايا كنخدم غيب شوية باش كنحاول نضخها لذيك الطحين اللي عملت كامل في العجين هنا كتبلي العجينة باقي خصوح شوية ديال الطحين عاوت عبرت انا 1-50 جرام خليت على جانب يعني ما يعادل 1-50 جرام ما يعادل نصف كسدي العنبة شوفوا معا هنا يباقي الرطبة بزاف غادي نزيد لها كما قدلكم عبرت 1-50 جرام وبقيت كنضيف شوية بشوية يعني تقريبا دخلت لي 21 جرام يعني واحد المعلقة ممسوحة يعني مشي مع القامرة مقببة واحد المعلقة ممسوحة ممكن انكم هاد الكيميا تزيدوها ممكن لا المهم عبروا الكيميا اللي قدلكم ديال الدقيق وانتو ما كتضيفو شوية بشوية يعني ما تحاولوا انكم ما تضيفوش الكيميا ديال الدقيق دفعة واحدة لان اذا قصحت لكم صراحة كتكون واحد المشكلة كبيرة واخا هي عند الحل ولكن من اللي احسن انكم بلاش يعني خدموا العجين ديالكم غير بشوية شوفوا القاوم دياله كما كتشوفوا معايا بقي رطبة ولكن ما كتلتسقش في اليدين كما كتلحتو والعجينة ممكن تحكموا فيها كيف ما بغيتو صافي هنا انا بديت كنشكل منهم بالنسبة العبار ديالهم كنعمل فيهم 30 جرام بالنسبة هاد القياس كما شتو معايا في الاول ديال الفيديو ما كيجيو شي كبارين وما كيجيو شي صغارين يعني بعد ما كتكوروهم كتبسطوهم غير شوية مشي بزاف لان احنا باقي غادي نبسطوهم في المرشم دياله هنا يجيبت السكر ممكن هاد السكر ديدو معه كوكو ممكن ديدو معه الفاني اللي بغيتو صافي هنا كنضغط كما كتشوفوا بهذا المرشم هذا على شكل على شكل وردة على شكل مرواحة كما كما كتشوفوا معايا المهم من بعد ما كتتضغطو عليها كتجيكم على شكل ديال المرشم اللي عندكم ما كان شي عندكم توفر هاد المرشم هذا استعملوا اي مرشم عندكم ممكن انكم تعملوا غير سكين وترشموا به صافي كما كتشوفو كنحاول نضغط باش نجيب الدائرة مع الحشيه ديال المرشم صافي وكتحييض بكل سهولة مع ان هاد المرشم يعني رخيص ثمان دياله غير خمسة دراهم وتواجد في كل يعني في المحالات لكيبيعوها اللوازيب الحلويات صافي كما كتشوفوا معايا هنا بعد مساليس كما كتشوفوا معي انا غادي نزينهم بهاد حبيبات دي الشوكولة هادولي كنعملو بيهم كوكيز او لكنعملو بيهم الكابكيك لمادلين كما كتشوفوا انا هنا يزينتهم في الوسط ممكن انكم تزينوا بالحبة ديال اللوس او بالحبة ديال بيان اللي هو الكوكاو تخليوها كيفما هي مشي ضروري يعني كبقى لكم الاختيار مشي ضروري انكم تزينوهم بالنسبة للفرن عندي مشاعل من قبل 180 دراجة العافية متوسطة النار مشعولة من فوق ام الاسفل بعد ما كان ساري كان دخل الفرن الطاوة كانت تكون في الوسط يعني مشي في الاسفل مرة ومشي في الفوق الطاوة في الوسط باش كتب مرة واحدة كتب من الاسفل ومن الفوق مرة واحدة تقريبا من 15 حتى الى 20 دقيقة لحسب كل وحدة والفرن دياله انا كنعطيكم تقريبا يعني اقل حاجة 1-15 دقيقة حتى الى 20 دقيقة مهم انا اددتلي تقريبا هكذا 17-18 دقيقة يصفي من بعد كنت خرجوها من الفرن وغادي نتحصلوا ولا هات الشكل هذا كما تشوفوا معايا دابا بالنسبة كذلك الفرن ديال الغاز حتى هو بعد ما كان كسخل الفرن من قبل 11 دقائق هنا بعد ما خرجتها من الفرن كما كتشوفوا كذلك كنعمل الطاوة في الفوق والنار كتكون توسطة يعني تكتشوفوها بلاتك تتحمر من الجوانب كتتحبطها الاسفل وكتنقطع لها النار كتخليوها تتحمر كما كتشوفو يعني ترش ما كتبقى كيفما هي ما كتوقع لتشي حاجة يعني كتبقى في حل لأنها يعني بقي ما طيبة شي ولكن هي رطيبة ومحمرة شوفوا معايا الشكل ديالا كيفاش كتجي بهذوك الحبيبة ديال الشوكولة اللي استعملنا وهذيك الحبيبة ديال الحبيبة ديال الشوكولة شوفوا معايا كتجي رائعة بزاف كما قلت لكم كتجي شيشة مرملة يعني كتكلوها في حل لأنكم كتكلوش يعني شي حاجة اللي هي شي مكونات ليهما غاليا ولكن كما شتوا معايا حلوة بسيطة اقتصادية كنتمنى أنها تعجبكم تبرتجيوا مع الأصدقاء والأحباب ديال نحن قد نكون وصلنا أخي الفيديو إلى لقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله شكرا